لناة منحذ التنفس نازيه؟ كلنا منعرف نتنفس ما أهمية هذه الفترة؟ماذا نتعلم به؟ السؤال حلو كلنا عنا نتنفس، لكن هل كلنا عنا نتنفس صح؟ هذا السؤال والثاني تіт matte كلنا من لاحظ هو علاقة بنفسيتنا بممكن بهذه السؤال ونفسيت سوقوقات عندما نكون مو decompارين لنا لحظة هذا ما يبقى معكسه على نفسِ تعولنا عندما نكون خدايا جز وجدك معكسه على نفسُ تعولنا لما يكون ريئين كيف ينعكس على النفس تعولنا ففي علاقة بتربط حالتنا النفسية مع النفس نتعلم كيف نستفيد من النفس ليحسزنا حالتنا النفسية حلو حبيت مظبوط بس كون موتر بلاقي النفس سريع وبس كون مرتاح بلاقي عم متنفس على مهلي وحتى الحكي بيصير على مهل عبير شو التكنيك لبريثنج اللي بنتعلمهم في ليل هيدا الوركشوب سو بهيدا الوركشوب في بريثنج تكنيك سكتار منتعلمهم بنقسمه لمجموعتين أساسيتين واحدة منهم كيف نعلي الأنرجي سو هيدا شيء كتير مهم كيف مناخد النفس بطريقة نتنشط كيف مناخد النفس بطريقة يفوت أكسجين أكتر على جسمنا كيف تحول هذا الشيء كثير الدم عندنا ألكالاين أكتر كيف الرواية تفتح أكتر وكتير مهم النفس يكون عم بأول جهاز التنفسي وخاصة هلأ بالأمراض اللي كتير إلا علاقة بالجهاز التنفسي من الكورونا بين هلالين سو هيدا شيء بنعكس إيجابا على المناعة اللي موجودة بالرواية والأكسجين اللي عم بفوت بطريقة أكتر الشعفة التانية هي كيف نستفيد من التكنيك سننروع سو في إشية بتعلي الأنرجي في إشية بتخلينا نروع اللي بتصير ممكن تكون بعد آخر نهاية كل كورس أو كل السبور عم نعمله لنهدي حالنا أكتر أو إذا في مشكل معين ومننا نروع أكتر مضبوط في تكنيك اللي عطيتني هني استعملهم الصبح بحس كأنه أخد كافيين وقلع لنهار وفي إشية باستعملهم عشية لحتى تروعه وادخل عن النوم بشكل مريح فهيدا الشي بعتبر كتير مهم للأشخاص اللي عندهم ضغوطات وسترس وبيجربوا محلات يمكن يعملوا تكنيك للدماغ مثل الماينفولنس مثل المديتيشن بيلاقوا بعدهم عم بيتوتروا لأن الحلو بالبريثين هو نوع من الرياضة بصو الرياضة حتى كيفما كان الستيت تبع الدماغ بدلما ننطلق الشغل على الدماغ مننطلق بالشغل بالتمرين التنفس ومن تمرين التنفس ساعتها بساعد يروق الدماغ لبعدين ندخل عن الماينفولنس والمانترا مديتيشن مية بالمية والحلو الإنسان لما يتعلم يعلمها لغيره ويصير في ضيفها على الكورسات اللي عم يعطيها أو على السشن البيتي اللي عم يعطيها لغيره ليدخل الإنسان بالمود يعليله لأنه يفوت يعمل السبور تعالوا بس يخلصين يتعلم كيف يرتاح حالو فإذا هاي بيستفيد مننا الأشخاص اللي بيشتغلوا لايف كوتشينج الدياتيشن أخصائيين التغذية إذا الأشخاص بيجعوا لعندهم عندهم اموشنال ايتنج وبدوا كمان يخففوا الناس اللي بيدربوا والناس عم بيقولون عندنا تشنجات عندنا ضغط كتير بالحياة فالحلو فيهم انه هني تكنيك يعني كأنه عم نتعلم حركات رياضية عبر التنفس بس مفعولون عن جد عن جد مثل الأعجوبة أحسن من حب تدوم ميمي بضبوط لكن خلينا نتعلم كيف نتنفس للنشاط أو للرواء تانكيو راعة اشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة